خلال ستة أشهر من الصراع في أوكرانيا لم تتوقف نداءات البابا فرانسيس من أجل السلام وتجنب خطر وقوع كارثة عالمية ولم يفوتوا قداسته فرصة لكي يذكر العالم بأن الذين يصطعون الحرب ينسون أن كل حرب تمثل هزيمة للجميع داعين البشرية لأن تدرك بأن الوقت قد حان لإلغاء هذه الحرب ونبذها ومحوها قبل أن تمحوا الإنسان من التاريخ وتساءل البابا في هذا السياق ما هو النصر الذي سيرفع علما على كومة من الركام لافتا إلى أن الحرب في الواقع هي مكان موت لا معنى له حيث يقوم الآباء والأمهات بدفن أطفالهم ويقتل البشر إخوتهم دون أن يروهم وحيث يقرر الأقوياء ويموت الفقراء إنه جنون لا مبرر له ووجه البابا فرانسيس المتقاتلين للنظر إلى الأطفال المشردين منذ بداية الصراع وقال إنه يدمر ليس فقط الحاضر وإنما مستقبل المجتمع أيضاً ويتسبب في صدمة مأساوية للصغار والأبرياء بين الناس ووصف قداسته القتال بأنه عمل همجي وحشي ومثير للإشمئزاز ويتعارض مع قدسية الحياة البشرية ولا سيما حياة الإنسان الأعزل التي يجب احترامها وحمايتها وليس القضاء عليها